ثورة 30 يونيو في مصر أدت إلى تغييرات همة في البلاد وفيما يلي عشرة من المكتسبات البارزة التي يمكن تحددها من تلك الثورة هو حدد عشر مكتسبات نشوف مع بعض المكتسبات استعادة الاستقرار السياسي تم تحقيق استقرار سياسي في مصر بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ده أول شيء هو بيشوفه إنه فيه استقرار سياسي مما أسهم في استعادة الشرعية السياسية وتوحيد البلاد يبقى إذن استقرار سياسي شرعية للبلاد وأيضا توحيد البلاد مكافحة الإرهاب كلنا كنا عارفين إنه بعد الثورة كان فيه إرهاب والإرهاب كان موجود في البلاد وإحنا عارفين والاعتصامات وإنتوا فاكرين كل حاجة مكافحة الإرهاب تم تكثيف جهود مصر في مكافحة الإرهاب ضرب الجماعات المتطرفة والإرهابية مما أدى إلى تقليص نشاطها وزيادة الأمن والاستقرار في البلاد وهذا ما تم بالفعل ثلاثة تعزيز الاقتصاد دي نقطة بقى مهمة لأن مصر كتمشى في استحقاق ورا استحقاق تعزيز الاقتصاد شهدت مصر تحسنا في الأوضاع الاقتصادية بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية همة بما في ذلك تحسين المناخ الاستثماري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الخاص ده جاري حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها على مدى العشر سنوات اللي بنتكلم فيه تحسين بنية التعليم تم التركيز على تحسين نظام التعليم وتطوير المناهج الدراسية وتحديث البنية التحتية للمدارس وتطوير مهارات المعلمين مما يسهم في تطوير قوة العمل المصرية هذه هي كم المكتسبات اللي كاتبها هنكمل لأن دي مكتسبات لحد رقم أربعة نكمل مع حضراتكو باقي المكتسبات نشوف ده اللي بيقول عليه الذكاء الاصطناعي مكتسبات ثورة يونيو تحسين الخدمات الصحية شهدت الخدمات الصحية في مصر تطويرا وتحسينا مما أدى إلى توفير رعاية صحية أفضل وزيادة الوصول إلى الخدمات الطبية بتكلم كمان على تحسين البنية التحتية شهدت البنية التحتية في مصر تحسينات كبيرة بما في ذلك توسع شبكة النقل وتحديث البنية التحتية للمواصلات وتطوير مشاريع البنية التحتية الأخرى مثل الطرق والجسور تعزيز السياحة شهدت صناعة السياحة في مصر تحسنا بعد استعادة استقرار السياسي مما أدى إلى زيادة عدد السياح وأعادة انتعاش القطاع السياحة خدوا بالحضراتكم هنا الذكاء الاصطناعي بيتكلم على واقع احنا بنسأله سؤال وبعدين هو كمان جاوب وقال ما هي المكتسبات اللي أنا بقرها لحضراتكم لحد رقم سمع رقم تمانية كمكتسبات بيقول إيه تحسين الحكم الرشيد وده نقطة مهمة جدا تم العمل على تطوير مؤسسات الحكم الرشيد وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد مما يسهم في بناء دولة قوية ومؤسساتية نمرة تسعة تعزيز العدلة الاجتماعية العمل على تحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظا والتخفيف من التفاوت الاجتماعي وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع المصريين وده اللي حاصل حتى اللحظة كلنا عارفين أن كل الأزمات اللي مرت عليها مصر الدولة كانت بتشتغل عليها وبتقدم مجموعة من الحماية الاجتماعية الخاصة بالمواطنين طيب نمرة عشرة عند الزكاء الاصطناعي قال إيه تعزيز الحريات العامة دي نقطة مهمة جدا مصر شهدت تحسينا في مجال حقوق الإنسان الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير حقوق المرأة وحقوق الأقليات يجب الإشارة إلى أن هذه المكتسبات تم تحقيقها على مر سنوات التي تلت الثورة وطبعا أن هي قدرت ثورة يونيو أن تعمل كل هذه المكتسبات